حكايتنا الليلة حكاية كيف ديما قساوة الأب اللي بعد المرات ما كان معرفوش السبب جيلا حرمان خوف حب أو العقدة أبسي هام وكنزة غادي قساع لهم بزاف ومن خلال ما فهمت أنه السبب راجع لأنه تخاف عليهم من واحد العقدة اللي طرات معاه اللي غادي نكتشفوها جميع في القصة اللي في الأخير هي فاش غادي تحو هاد البنيتات حيتاش لم يحسن تصرف معاهم لكن غادي دوزوا بزاف جيلا الأحداث اللي في نهاية هذه الحكاية غادي تنقاسم إلى نهايتين وحدة زوينة لصحبات الحكاية والمعنية بالأمر والنهاية إيجابية أما لغتها غادي تكون وحدة نهاية اللي هي حازينة فبقوا معي باش تستعفضوا من خطأ هاد الأسرة باش ما تطحوش فيه كآباء وحتى كأبناء سلام سلام عدنا والعودو أحمد من جديد مؤنستكم أينما كنتم دائما معكم في الوحدة ديالكم شقاكم في طريقكم وحتفرحة ديالكم طبعا الحال إذا قبلتوا عليا غير بيت نعلمكم باللي أنا وراجين حكاية في الطريق ويا لهم من حكايات خصوص الحكاية اللي من بعد هذه حكاية للاستفادة أكيد ولكن راتي وقفوا العقل إذا كنت جديد على القناة نقول لكم مرحبا بك وإذا كنت من أهل الضار كيف العادة الضار دارك ما تنسوش أنكم تنشروع إلى القناة مع جيرانكم وحباكم وقولوا لهم هاكوا تنسوا مع أميمة باش ترقوا دماغكم وتنسوا في الواحدة ديالكم فاخر ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم يا الله لنبدأ أنا سيهام احنا بنا ربعان تاع الخواتات أنا هي الثانية حلينا عينينا وسط قبله وصار في التربية دياله معانا بالرغم أنه إنسان اللي هو سكير عشنا طفولة اللي نوعا ما كانت صعيبة شوية ماشي ماديا ولكن نفسيا حيش كانت عامرة بالمشاكل ما بين وليديا بزوج ديما الغوات والصدع والتهرس وجدة اللي كانت عيشها معنا في نفس الدار كانت يطروا بزاف ديال مشاكل وما كاناش كان عارفوه باللي بانا كانت يشرب أنا ذاك كانت يوقع مشاكل هي كبيرة ما بين وما بين ماما كانت كل مرة كتغضب كتدينها شي مدينة حتى كي يجي صالحها ويراضها غير يا أنا صراحة المتلو مش ورغم ديش كله عمرو ما هذا شي حد ولا تتمنى لشي حد شي حاجة خيبة ولا حتى تجر أنه يهضر في ظهر شي حد ورغم أنه كان موفر لنا كل شي إلا وديك النقطة ديال مشاكل كانت مأطر علينا بزاف لبسنا أحسن الباس وقرننا في أحسن المدارس وكلنا أحسن مكلة ولكن المشاكل كانوا بزاف دارت أول لقطة تنعقل عليها في حياتي هي أنا وأختي الكبيرة شدين واحد لقنت في البيت وكانت يهرس في المعن وحنا كنا كان بكو مخلوعين ومعنقين بعضياتنا وهذي كانت أول لقطة كان عقل عليها وأنا عندي أنا ذاكشي ربع سنين استراما ديال بابا كانت فأنا هوتي خاف علينا بزاف ما خسناش نظره مع الناس ولا حتى مع الدراري وخسن نبقاوا ببعدنا لدرجة أنه والأم ديالي كانت كانت تنود تقلب لنا حويجنا فوق من هذا الأب ديالي مثلي باب سكتا قلبية بسبب الأخت ديالو اللي قاعدة جديد اللي رحمه من دخل لأحد الشخص لداره وهذا النقطة هي اللي كانت معقدها ومخليها معانا بحلقة بابا غادي تأزم من بعد هذا الحدث وغادي يقولي كي يشغل بزاف ويقولي مدمين ويقولي كيف يكرر في القضية أننا نقدروا نخرجوا حتى إحنا على الطريق لدرجة أننا ما كنا ندروا مبالو وغير إذا خرجنا لعبوا مع البنات في الزنقة توقف علينا مماما ويقولي نا والله نشوفكم معاشي واحد كدوه معاه حتى نحطكم موسط الشنطي وندوز عليكم ونقتلكم كان الخوف أننا نخرجوا ليه للطريق وخصوصا عنده ربعات ديالبنيتات بقى كان عقلوا واحد نار وانا تنقرة في السابعة كان عندي امتيحان وما حفظت لي لأنه ما كنت من نوع لقراية اللي كددخل لها القراية للعصة ماما غادي تخلعني غادي تقولي أنا غادي محبط نجيب تيوم التحت دابة من الدار وانا راجع عليك نزوقك بالعصة حيثش ما حفظتيش بقوة ما كنت نخاف من اللعصة واللي كنت نشوف خسين كبيرة كانت كتاكله غادي نخرجوا من الدار مع لحدش دياللي العفيانة وشتة والبرد وبقيت غادي حتى لقيت واحد الناس ليش الدني عندهم حيث كانوا كيعرفوا ماما قالوا لي يا مالكي ماما را غادي تضربني داك شباش هربت فبني جات ماما كتتقلب قالوا لها سهام را عندنا ادتني للدار وتما غادي لقى الناس والجيران وكل شي كانت يقلب عليها واحد جد الله يسمح لي ها اللي كانت سكنة معنا بدت كتقول قدام عباد الله هلش تهربي مالكي يدرتين الكرشو هربتي مالكي تلقاك مع الخالي اللي ديالكو هربتي الناس تقوا اللي أنا ذاك كانت عندي حداش تناشل سنة غير هما الناس مشوف حالهم بابا غادي شرب حتى تلغى ليه العقل ديالو ولا غد ليش تدني في واحد البيت خاوي بقى تيضربني وتيعود لي بلا ما يشعر غادي يردخلي يا راسي مع الحيط ويعاودي هزدني ويردخني مع الحيط الاخر وماما كتحاول باش انا الدخل تفكني أنا صراحة ما كان له موش وتيبقى فيها حيطاش حتى هو ما كان في الوعي ديالو كانت يضربني ويقول لي بغي تقتلنا حليمة اللي هي اسمية ديالخته بغي تقتلني كيف مقتلتي ببا أنا في ذلك الحظة ما كونش كنبلي باللي أنا سيهم بنتو كنتينبلي خيرختو بما شقة الانفوس باش مما قدر تدخل وتفكني منو ثلث ايام ما غاديش نمشي من دراسة حيطاش لحمي غادي ولي كل وزرق وعيني حتى هما غادي تنفخو من مورها غادي نكتشف باللي أنه راسي عمر لي بتتم بقوة لحصة اللي كونس كان ناكلها غادي نمشو عند الطبيب اللي اعطاني عملية مستعجلة ولكن قبل فاش شافوا الجسد ديالي كل وزرق ما قدرواش يسكتو وبغاوا يعيطوا على البوليس وداروا حالة ولكن بابا غاديفكا معهم بوحد شوية ديالفلوس على أساس انهم يسكتو المهم غادي ندير العملية على راسي باش يقدرو يحيدوا لي ذاك الدم للجمع لي من تحت الجلدة ديالفلوس هاد الفترة وطلعت من الاعدادي للتانوي وبقى في ذاك الخوف انني ما نقدر نهضر مع حتى شي واحد وكان خاف انني ناكل قتلها ديالعصة ولكن الختي الكبيرة كانت العكس كي قتلوها عصة ولكن كانت ديالذك شو اللي قال لها راسها كانوا تشوفوها مع الخليل ديالة كانت وصلت للدار اللي عندها بعلاقة من السنكيم حتى الباك كتبت مربوطة وكانت تكون العصة كعقابا على ذاك شو اللي تحصلوها فيه ولكن ما كانش كتتوق لهم ذاك شو اللي فرصها كديروا وتحاولوا ذات المدة وصلت للسيزيام واختي طلعت للباك وهي بعلاقة بواحد خينة اللي كانت يقرى معها وكانوا صديق ديالهم اللي اسميته حمزة كانوا ديما مجموعين يحفظوا مع بعضياتهم وكانوا يخرجوا ما كيتفرقوش أنا كانوا تيجوا عندي صحاباتي اللي كنت نعرف وكانوا يقولوا لي عفك واحد سيدرة تيكون مع اختك والخاليل ديالها راه هو عرز وين ضبر اللي نعلن في فيسبوك دياله عفك وما خاطني ذاك شغيرة ميكو علي فيه كيف بدأوا يطلبوني أنا ذاك ما كان ما زال منتشر الواتساب كان ماشي عند اخت وكان قول لها عفك الفيسبوك حمزة رابغة والبناز كانت تعطي لي وكيف كيف يفرق فيه مراهقة بقينا على ذاك الحال من شهر سعود إلى شهر ربعة متاع السنة الأخرى واحد النهار سيطلب عندي ويطلب مني نفس الطلب على وديت حمزة وليس تعود لعند أختي حيث سيطل فيسبوك وكانت أختي ووقع لها مشكل أن ستكتش فرصها حاملة من الخليل وهنا كنت تفكر كيف أن تحيد ذاك الجنين قتل ما يساق الخبار وإلا سيقتلوها الحاجة اللي ما قلت لكم أن أختي ستفقد العذرية مع الخليل وهي 5 وكان وضرنا يزوجوها حيث ستق الخبار فطلبت مني باش أنا نعاونها باش مدوش به وقد نهز مع المشكل دي لها وانا في الإعدادي فبقيت غدا مع ها وكان عاني وفي وقلبي الحمل دي لها بلي نجمع لها الفلوس أنا فالفترة اللي ماشيت عندها باش نطلب لها الفيسبوك حمزة وقلت لي واش مكت شوفيش حالتي سمحي لي يا أختي ومشي تقلبت عليها الراسي وقد يلقاه مكنش شعج بي ذاك حمزة وكي يجيني بحين ذوك البنات تزادوا فيه من بعد سيمانة كنت عقلا وقف أحد القاسم يفين غدا ندخل وكنت نقول هاد العام أنا ما قايتش مزيان والدار إذا ساقوا لي الخبار غادي يقتلوني إذا ما نجحتش وحد لوقيت يبال لي هو داخل مع الباب وطيطلب الحارس باش أنه يدخل عافك هذا آخر عام ليا خليني ندخل لوقيت اللي هو داخل أنا هزي تراصي باش نشوف جا تعني في عينيه كنت يبدلني نفس النظرات حتى دخلت لقسم دي وقسم دي اللي كانوا مقابل مع بعضياتهم ذات العشية مشيت لسوها هرجعت لبطر في الليل هزي التليفون دي اللي كان محيد لنا بابا وطيطي لنا غير من العطلة العطلة غادي ندرو فلاش شارج وغادي نحل فيسبوك وقلص في واحد شوية فاش جيت نسدو ويطلع لي المساج نتاع هذي حمزة السلام عليكم واه اذا كيف يدخل عندي وعليكم السلام واش عفتيني انا حمزة باخير قنات عنده عادي وقال لي واش مسالية قد نطلقه في التانوية ونذكركم باللي انني ما كنتش كنت ندوية مع الدرالين نهائيا ولكن شنوطر لي ديك الساح حتى تبتلت الفكرة ديلي صراحة ما عرفتش المهم كنت في التانوية مع العشرة دي الصباح جال عندي وقال لي قارية لا وانا اصلا كنت قارية اه ايوالا نفترهم جمعين حدا المدرسة غادي ناخدو وزوجيا مسامناس باقي كان عقل عليهم من الدابة وانطقوا قال لي ما كنتشبه ايش انتي وكنز اختك اه احنا راه بعاد في كل شي سولني واش انتي عارف المشكل اللي كان وقع عليها نقز وقلت لها باش عرفته انا رأى اني كنت ما بين الناس اللي تعاونوا معاه وجمعنا لي الفلوس بالنسبة لي انا انا ذاك كانت صدمة حيش ما كونش بغاش يحدي عرف الماضي الخاي بنت اختي باش ما يحكم لي بنفس الطريقة غادي تصرف معايا عادي مهم تعرفنا والصمر ذاك تعرف وبقي نتلقى وكانت علاقة لي عندي حدا مدرسة وبالنسبة نخرج انا وياه والدي سيرحل لواحد البلاسة واحد اخرى بعيد على الليسي وخلاونا احنا معايا جدا اختي في هذه الوقت مع قوة المشاكل تغات وتبلات وخرجت على الطريق وتعرفت على الناس خايبين على صحابة خايبين انا ذاك كان حمزة تعيرني من بختي ويقول لي شوف نكدير تستريع لي وكان يوقع المشاكل مبين ومبين وكين وضغوات وفي الاخير سنقرر باش انا نهزح ويجي ونمشي لدارنا واخا كان بعيد علي الحال تقريبا ذاك العام سالة ونبدأ نشوف باش ما قررت باش انا مندوش الباك ونمشي ندخل مدرسة الممرضين بنيفو باك وبدأ ورغم المشاكل اللي عندنا في الدار بسبب الاختي دي لي كنزة لكن معاه كنت كنعيش اشياء اللي تينسي ونفذك الشي كله وتيقنت باللي انه هذا هو السيد اللي انا بغان توج به وحتى كان طمع فيها غير الخير واحد نهار غدي عيط عليه باش انه يجمع الوراق باش يمشي يخدم محددولة في واحد البوست ولكن قبل كان خاص انه يدوز فيه السطاج في واحد البلصة اللي هي بعيدة لمدة اشهر فاطلب مني باش انني بلا من نجي اللاقار باش نتوضع حيزاش ما غديش يقدر على الوداع وانا كذلك فهاد الوقت اللي كان فيها في لاجار جايز عندي صاحبتي ورقاتني كان بكي فدتني ورقينا مع صاحبه بلا من شعر غدي نلقف عليه توضع نهوتي بكي وانا تنبكي مشا ودهزت المدة بقيت ببوحدي وخلع لي بلصو حيث في السطاج كانوا مانعين عليهم التليفونات وانا الوقت بدأت نشوية التسارة حيث الشسية اللي كان رد معي البال وحاضيني بعد والأب سيتهد بالمشاكل الاختي سيقول الخبار انها تبلاد وبابا بدأ يستسلم ويقول لنا راكم كبرته كل واحد يبرا البلان اللي بغا يدير فبقيت أنا كان نخرج مع البنات بلخبار حمزة وكان صفر بالصباح وكان جو بالأشية بلخبار وكان صهر معهم في بلايس اللي مكان وزوانين هو سيقلي الخبار من طرف واحد صاحبه وكان كنت نكتب عليه وكان نكر سيقوم المدة اللي كان تقريبا من شهر 11 حتى شهر 7 سيقال وقال يا صافي راني تخرج وعطوني المدينة اللي كان تقريبا ليا فرحنا وصل عيد ميلادي هو كان جو وقال ليا اجي عندي نمشي ونتقضى مجموعين ونحسافل ليا راني ما زال بقى مخرش مصطاج وذلك الساعة كان شافني معها علما انه كان ديمتي يقول لي اعطيها التساح اذا كانت انسانة غير صالحة فاشتلاق لقنا غادي قلبي التليفون ديالي ولقا تصوري معها فبلاس اللي كانوا خيبين فبدأ كي يعيرني وكيسبني وغادي يصفني بوحد الكلام اللي ما يحتل وهنا ستكون اول مرة يضربني وقال لي شو في اخر حاجة نفكر فيها انا انتوج بك ودابا انت مشيت يفترق اختك وانت انتوج وحد بحالك انت عقمنا هالكلام اه مشيت لضرب وعانيت وما تقبل هذا الخبار سليت وطلبت الله يعودني ويضير لي فيها الخير لم اكتفيت وما دخل صخراسة هنا حيث نبعت ثلاث شهور وحد النهار رأيت صاحب بابا وطلب ني الزواج منه قال بابا مرحبا وبطبيعة الحال انا وافقت بلا من تردد غير باش النزاها داك حمزة اللي يخلاني النهار خطبتي اختصورت شي تصاور وحطاتهم اللي شفوهم شي بنات نتع العائلة وهو غادي كنزا قالت لماما السبب اللي خلاني انني نفت الزواج وماما قالت لي هالصخ تهرض ولكن انا ما تسوق الكلام ورجعت مع حمزة حتى الواحد النهار كان كتش في التليفون بلي الوقت اللي كنا مفارقين فيها كانت يعرف واحد السيدة كبيرة عليه ومغنية في الخارج وكانت كتغريب جميع الطرق ووقعت ما بيناتهم علاقة انا ذاك غالي نرجع انا ويا مع بعضنا ولكن كتش بلي انه بقى معها مدة عاد قلاب اللي ان انا ما نقدر وش نكمله انا ما ارضيتش ما عاجبنيش الحال وما تقبلش باش انه يتعرف على انسان وحد اخرى ورغم الفراق اول مبرر الوحيد اللي كانت يحطني انا سمحي لي مكانش كيق يعني بتجاوب دياله نهائيا انا بقوت متوسوس خليتلي الكود الانستغرام دياله ملا ما يعيق وكل مرة كنت 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 اشف بلي انه كي هضر مع بنات جداد وكي تلقى بهم من وراء ظهري وان غير تنشوف وكان جمع في قلبي حيث ما قدرش نقول لي حتى وصلت واحد لوقيت اللي غادي نتقم من راسي وتبعت البنات في بليا والذي كان شرب كان كمي وركن ماشي في الزنق كنا نجمح واحد البنات في الدار حيث كنا كان خاف انه شف نشي حد كل وحد فينا وظروف ديالها لي وصل لها بقى نعقل اول مرة غادي نفقد في الوعي نهائيا بقوة الخمر لما كتشفت بلي انه ندر مع وحد خيتي وتلقى بها مشيت ووقفت عليهم عارت ورجعت في حالي حدي عقلت علا لما مشيت ووقفت قدام المرايا وبدأت نقول لماذا يخني ولماذا انا ولماذا حتى لحد ما يبغيني شنو فيها خيب لماذا أنا مرتاح في حياتي مكنش راضي على راسي ولا اصلا كنت نشوف راسي زوينة كنت غادي نتلحم البالكون حتى غادي نضو يكب علي كس دي الماء لقد لي الصباح لما صح 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 لقيت قاعد وقفين علي تايب كيو كان وكيت انهم صباح حمق عبد لك شي ليدرس بالليل من شو لكن الغلط الليدرس اناني محبشت مرة اخرى وقت ما شفت فيه شي حاجة دارها ما كان واجهو لانه ما يكون عنده جواب مقنع ولكن كنت نتاقم من راسي كان شقر الخام رأزكم الله كان خلطها مع المنظة وكان نشربها ونبقى نبكي واصطلت كله قريت وتخرجت وخدمت وكنت مسئول على الجناح وكان عندي صلير مزيد بالسف ولكن مجي اخر كانت نفسية مضمرة بالسف كنت كنت مستمر وكان نشرب في الخلق وكان نبكي ونغوت وكان نرجع في حيالي جديد بحيال مواقع والو بقوة الضغط اللي كنت نعيش وسط الالشي كله المشاكل في الدار كانت مستمر والعون في ديال البابا مستمر مع رأسو ومحانا وما كنت مرح تحاف حتى شي جانيب من بعد اللي كان نقول الحمزة شوف أولد الناس خاصنا نزوج شوف يا سهام أنا مم السعج وأنا هذي وأنا هذي أنا ندك كانوا يبنوا لأصحاب تفسير ديالي تدير حياتهم كي تزوج ولي كان قول حتى أنا خاصني ندير ونفعل ولي كان نطلب منه وهو يقول لي بلي أنا مم السعج وفي نفس الوقت كان مازال طايش وما وعيش براسه شنو باغي في الأخير ما قدرتش بقى مازال نصبر وقد يغلب بني الطايش والزهو اللي كنت عايش فيه وقلت له الله يعون أولد الناس أنا ما مازال بقى حمزة أول شخص في حياتي والذي كان نخرج وقد نضحك وقد نشط الوحد النهار كنت خدامة وحد السيدة كانت الكليانة وطلبت مني النمرة الخاصة قلت لي أنني أريد موضوع وخها مرحبا عيطت لي سيهم أنت بنت داركو مغزالة أريد 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 موضوع أريد 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 موضوع موضوع وقد نضحك موضوع وقد نضحك وقد نتعرف لذلك الساعة كنت أريد تسمى مزوجة وفوق من هذا الطريق كنت أريد أن السيد كبر من 13 عام ولم يكن مصوقة لذلك السيد كان لدي أدنى مشاعر وكان مع السيدة وخارج موضوع على الطريق ومفرس كانوا يفعلونها ويجبونها ونحاولون أن يزوج وفرضوا لجلس ويجبون ونحس أنه كان مفروض للمسا وليس نسك وقال نتفهم ونفقد ونفق ونريض وقد ندخل ونجد مع نختار القفطة حتى كانت لقاوه بأخو حمزة مع الخطيبة ديالو اللي كانت يعرفني مزيان وكنت نعرفه شافني ما عجبوش الحال وخنزر فيه حاولت نمشي ندوي معه ولكن قال لي يا سمحي لي انا ما نقدرش ندوي معك على هادشي اللي درتي وطلبت منه انهو ما يقول هاش الحمزة حيش كنت عارفة اذا قال هالي انا غالي نضعف وانا ما كنش بغا نضعف مش اخوه قال هالي وما دروا له من غير انهو بلوكاني وحيش كنت واقفة معادك اخو حمزة مشيت عندك الخطب ديالي وشرحت ليه شكون هو ما عجبوش الحال دازمو دا احسر واحد النهار كانت تفاجئ باللي انهو هذا اللي كنت كانت نوجد معاه للزواج تشده بورخاني لديالو على ود الممنوعات وهنا كان كتشف باللي انهو كان اكبر بزناز وش حال من المرة ما كانش كيهز طو موبيل ديالو كيمشي معايا في طو موبيلتي وديما كانت يزمعاز بالنطاع الفلوس ويجيبو كان مد كسب الموبيقات انا ما كنتش كانت دي ولا كان جيب او بالاحرى ما كنتش باغا نعرف اشنو توقع وهنا تيقنت باللي انهو ان انا فعلا كنت غادي نرمي راسي للعافية ونحييها غادي نترفق وانا نقول هنا غادي نحبس شي ايام من بعد لقيت بخص حمزة لي كنت حتى هي كان عرفها وقالت لي يا عفك توصلني الى الدار هزيتها ووصلتها عادي جيت نزراتي غادي نلقى حمزة واقف مع صحابه بقيت تنبيو وكان شهق وكان قولي ها فين كنت غادا وشنقدر نتفرق معاها دي سيد لا ما يمكنش سنقول لاخته راهو اللي رماني ماشي انا راني ما كنش بغا نتفرق معاه شوي غادي شوفي ايا وزاد مع صحابه وخلاني بالليل غادي لقام صفت لي يا ميساج سيهم راني بغيت نشوفك تلاقينا وتخيلو تيضربني وتيبكي وتيقول لي علش درتي هاكك وانا ربيتك على يدي حيث عمرو ما شفيه شي حاجة لي كانت ماشي هي هاديك وانا بغيت كليا ويجي واحد يدوج بيك حشو ما عليك علش درتي لي هاك وعلش تزربتي وبقى كيلو مني انا كنت نجوبه غير علش مش ديشيش معاي الطريق لرى الداري اللي دفعوني وبقاتي يقول لي هادي كلام بقينا على ذاك الحال زوجي الاسابيع شي كيلو مفشي كانت لقاو حتى اتخذت الامور ما بيناتنا واللي نام زيان عام ونص ما عمرني ما كتشفت عليا شي حاجة انا شديت الطريق وحاولت اناني مبعد على الخمر ما امكن لكن كنت مرة مرة تناخذ واحد شوية ربعما مع رافقات السوء لي كانوا مزوجين وحتى هما كانوا كي ياخذوا بالتخبية وعمروا ما كتشفت النقطة لانه اذا عرفها ربعما غدين هي اي حاجة ما بيناتنا حياتش واعتب اللي انا وطرق العوجة حبستها من هاديك عمرني ما جبت ليه الزواج من بعد حياتش تعقدت من ذاك شي اللي وقعت تل واحد النهار كان عقل كنت انا وياه قلسين تلعب التليفون ديدي هو يقول لي سيهام الخطاب اذا بغاوا يجيو يخطبوا شخصهم يجيبوا ولا يديروا انا مستوحبتش بقيت كان شوفي وكان قول ليها ها كيفاش بدت كان ندخل وكان خرج في الهضرة مالكي ما عرفتش بدت كان مكي حياتش وصلنا ديك ساعة 8 سنين ونصف علاقتنا خوة راسي من السواجة نداك وجاتني بحال واحد من نوع من الصدمة وما عرفش كيفاش حسيت اجبت الخاتم وقال لي وجدت وجيبيا كتلي يقول شي حاجة واحد اخرى هاد شي راسنين وانا كانت سنا فيه تفقنا على النهار اللي يجو فيه وليدي تيسرات الامور وجات ماما وجد دوح تاخته كنت قد نموت بالفرحة ما كنت متخيلة بالذك الشي بالصح اللي انا فيه تنظروا وكان قولهم في دارنا واشغدين تزوج واشغدين نزوج بيه بحمزة ورغم دوك المشاكل اللي دوزنانا وياه ما تيقتش المهم ده التعارف مزيان من المراعب يومين غادي نديروا الخطبة لاناو كان خصوه يرجع لمدينة الاخرى في انتخذه شي باش خصنا نديروا كل شي مزروب انا ذو كل يامات كلها ما تناكل ما تنشرب جيتني بحال صدمة كنت مرفوعة ومخلوعة ومتوترة ولكن كلها عمر بالفرحة بما انا وحيتي كلها وانا تنحلم بعض النهار غادي انا اللي نتكلف به منشيت عن الكواثورة وجيت مع التراتير كل شي اللي بتلقي فطان ديالي جيت للدار حتى كنا سمع من الشرجم ديال بيتي دقيقية داخلين وما قلش يبلي اناو غادي يكونوا وباللي اناو غادي يجيبوا الطيافر دار هاليا مفاجأة تلقي شدتني هي السيري ديالي بكا واحد اللحظة بجيت كان نشوف سنوات الضياع اللي دازم حياتي شوي غادي نشوف حمزة وسط دارنا التحت فرحان وتيشطح بقيت تنبكي حتى شدتني السخفة ما تيغش باللي اناو دك السير قدرت نوصل انا ويا دك شي اللي بغينا هبطل عندهم تنشطح معاه وتعشينا ودارهم كبروا بيا ودات كل شي بخير ولا خير احنا اليوم دفعنا الورقة ديالنا انا ويا باش انهم يعطونا الموافقة ديال الزواج تابقنا على الدار علش ما غادي ناخده علقات تفاصيل ديال حياتنا كان معايا ولد الناس وبقى معايا ولد الناس ورغم المشاكل اللي دزنا منهم بزوج انا اليوم سعيدة في حياتي ومكتافي باشي اللي وصلت له اليوم مفضل مولانا من القصة ديالي انا ما كنشجعش لبنات نهائيا على ديال نوع ديال العلاقات لكن في قصي الحمدلله انا توجت بالزواج او كمناسب حلاك نصحتي الخاصة لبنات ما يتربطوش بشي علاقة من الصغر لانه تيكون ومشاكل بزاف وخصوصا انسان اللي انتي معاه تيكون ما زال بغي يعيش ويجرب وحيات كتبالي الحياة ماشي بحل اغلبية ديالبنات ما عندهاش مشكل انا تزوج ويا صغيرة وتعيش كل شي مع ذاك الشخص نصحتي لبنات ايضا ما تقوليش للا صاحبتي الزوجات حتى انا نزوج وما تترميش لاي حاجة والمشاكل بزي الصغر وتجال الوالدين ما تعاوديهم شش حد لانه واحد النهار غادي تتعيري بهم عمرك ما تفكري انك تلاحي لشي بليا حياتش صعيب انك تتفرقي عليها وانا واعت نفسي انني عمرني ما زال ما نضور بتك الشي وفعلا مبقىش كنضور به الحمدلله انه نهايتي زوينة مقصنع بها ولكن في النهاية ديالختي ما غديش نخلها لكم فسوحة وغادي نشارك معاكم شنوقع لها بالمخصصة المفيد حتى شخصي غادي تتعطي للفساد والبلية بابا غادي قرر انهو يدعي عن طبيب نفساني ولكن كان خاصها مصحة الادمان وما قدرتش تخطي الادمان اما الخليدي اللي كانت شبت بها غادي يجي خطبها وهي غادي تلقى خدمة زوينة بصالير زوين وغادي تزوج هي وياها كل شي كان فرحان ومزيان وغادي كما ينبغي تزوجه غادي اعتهم الله وليد وكانت فرحك كبيرة لنا والبابا لانهو ما عندناش خونة وما عندناش يذكى في العائلة وكان اول حفيد وغادي تسمع لأ اسم جدي كانت فرحة لي ايك كبيرة لكن ما كملاتش حيجاش رجلها غادي تتبتل عليها بسبب دك الشي اللي دوزت عليه من خيانة اللي اثر علي لدرجة انه ولا تيشك فيها وفين ما مشت كانت يوقف عليها وتيقل البليا على تليفونها صراحة هو معذور لانهو ما نقدروش من لوموه وهي عاوتاني بسبب دك الضغط والحالة اللي جاتها مورة لولادة كانوا معها اصحابات في الخدمة اللي غادي يرجعها لبليا وعمروا لها راسها ضد رجلها ما تخليش يتحكم فيك ورجعوا على الحويج الخيبة بتخبيها رجلها في الاول كانت يشك وبدأوا المشاكين وضوه تلوحد النهار دبزت هي وياه وجات عندنا مرة غضبانة مرة كيت تسالحه خرجت من الخدمة وبقى تقلسها في الدار مدة طويلة معنا المهم رجلها اليومين هذا وخادشي كله تيقول لعب اللي انهو فقط تحل في اللي بلي انا كيعمرك مغدرتيني ودري الفولار ديالك وتتوبي وهي هاد شي ما قبلاش عليه بغاه يبغيها كيف ما هي هي التعمقات في البليا وصحيب باش اناو تخلي عليها ما بين الليل ونهار كرت بوحدة وهو كرت بوحده مع ولده والعائلة اكيد كيتشوفه في هاد المواقف اليوم هاد خسي كنزة ضاعة ودفعت الاطلاق دياله فاش غادي توقف قدام القضية وتسولها السبب كتقول لها بلي انا بغيت توصف ويعطني ولدي نشوفه الويكند حيش انا مرقضة شنربيه لكن القضية فاش سولت راجلها قال ليها انا كان بغي او ما بغيتش نتلقها بقى جلسها مراوحدة اخرى حتى الترفضات ليها مع مكين حتى شي سبب شحم مرا كتصفت ليه عافك بغيت نشوف والدي تيقول لها سمحي ليه ولكن نفسية ديال والدي اهم منك مرا تيقصح معها مرا كيحن عليها تيقول ربما تبتل في الخطبة ديالي ما جاتش عيط لها قلت ليه ما نقدرش نجي حيتش هو كين تمه وهو ما جاش حيتش هو كانت يصحب لي باللي انها كينت امه بديت نقول غير لا يختي في الخطبة ديالي وما جيتيش وانا اللي وقفت معاك سمحي ليه يا اختي ولكننا ماشي الخاطري ما عرفنا شنو نديرو ليها شفنا ليها تعالش في مصحة ولكن ما بغيتش بابا ولكي تقطع نهار على نهار وتيبكي وكل نهار كيموت في عرق وقاعدك سخونيا رجعت من برودية الراس له كسب اللي ابنته ما كيناش وولداتي عيش نفس المصير دياله لانا واحدة بابا تلق والدي هو صغير وكبر في الز وكان كي يبيع على قلاس في البحر والقلية ولكن كبر ودمر على راسه حتى وصل ذاك الشي اللي وصل ليه اليوم الحمد لله بابا القصة دياله مختلف علينا كاملين لكن الفرحة اللي نقصنا اليوم هي انهو بنته ما كيناش ليه السلمات للطريق العوجة اللي عارفة باللي انها غادي تندم عليها واحد نهار هذه هي قصة تختي كنزا اللي كانت نطلب منكم انكم تدعووا معها وتشاركوا معيه شي حل حيث احنا ما بقي ناش عارفين شنو تصرفوا وهذه كانت حكايتي المتوضعة وهذه هي كانت حكاية سيهان اختها كنزا اولا وقبل كل شيء غا نبدأوا بما هو سيء انا مزوجة فيكم الناس اللي سمعوا هذه الحكاية ما تلوموش كنزا في التعاليق ما تحكموش عليا لانه هاد الشي كله اللي طحت فيه ماشي الخاطرها كينين تفاصيل طوال اللي ما شاركتهم مش معاكم مش ما نطورش عليكم الحلقة لكن اكيد وكيف اغلبية القصص قساوة الاب او الاثنين معا كتطيحنا بعض المرات في هذه النهايات السيئة انا غا نفضل ان انا نبدأ بكنزا حيش ربما تشوف هاد الحلقة انت عاد الليلة على حساب ما قدت لي اختها بلي انا كتب عني وتعرف بلي انه اللي خلى الاب ديال هيتصرف بهالطريقة الخاطئة من المحبة ديالوليها اللي ما حرفش يعبر عليها ذك شي اللي يدوز وعاش خاف لي يتطبق على بنياته ولكن اساء التصرف اساء الطريقة حتى حاجة ما مش عليها الحال ورغم البليا انا متأكدة اكنزا اذا كنتي كتشوفي فيها انك تقدري تخطي هاد الشي كله ولكن باش بالصلاة بالقرآن بترق مولانا كمي وذكري الله حيش اشترك قربي غادي تغلب على المبيقات كلها وغا تمشي المبيقات ويبقى مولانا ولدك محتاجك ما تحرميش وما تعدبيش وما تخليش يكون ضحية الحزن ديالك اللي يلهمك بها نوعا ما الشيطان تحدي راسك واختاري ربي اختاري رجلك واختاري ولدك كنزا حياتك ختيار ديالك انا انا متفق معك انا والبلياشي حاجة صعيبة انا كتقطعها واذا حطتها كهدف تحبسها هي ورافقها تسوء غادي تنجحي وتعيشي بقية حياتك ونتي بطلة اما اذا اختاريتي الفشل وتحني راسك لطريق الشيطان هذيك هي السهل وسيلة ما تقوليش انا ما قداش انا صافي ضعت انا ما كان سواء والو الا حاجة شغادي تضيعي وغادي تضيعي قلب ناس من وراك تيعشقوك واختاروك انتيا ولكن انت ما قداشيش تختاريهم وغادي تزيد التقليد ديال محبة ديالهم اللي يبقى لك على كتافك كنزا اذا عشت المر في حياتك مع والديك او لا مع راسك او لا في الماضي ديالك فهذا اختبار الله منه ليك وما الاختباره الا ما احبه من مولانا ترقبه بربي اختاري باك اللي راسي بكي للنهار ولي ما عارشي حت الرأس وخامتي بينش ليك اختاري قلب راجلك اللي ما كينش راجل الا القلة القليلة اللي غادي يختار مرته ورغم هادشي كله اختاري سيهام اللي بكت بزاف هاد الحلقة وباقي كتبكي على الفرق ديالك اختاري مولانا اذا كان مولانا معاك فمن عليك واذا كان عليك فمن معاك انا حلا يقين انه اذا كتاب وشفت هذه الحلقة غادي تدركي باللي هاد طريق العوجة رغم ماشي ديالك وبلي خاصك تفقي قبل ما تقولي يا ليتاني اما عنك انت يا سيهام الله يبرك في زواجك وبالمناسبة راحنا كاملين معروضين عن السيهام اللي عارس ديالها غادي يكون قريب ان شاء الله هادية كانت حلقتنا الليلة كانت منانكم ستكونوا استفتوا منها يا متابعين يا كرام دمتم في رعاية الله وحفظتنا الحلقة نتاعب غادي تغضلي انه غادي توقف لكم حقلكم سلام سلام